بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هذه الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوته غد نوضع محن الصيغة الكريمة لجلب الخيرات ولجلب الرزق تنعرف الناس اللي عندهم تعسير الأحوال وتعسير الأمور وقلة الرزق بزاف الناس اللي حطوا لي في القناة عندهم تعسير الحال كينا اللي تدقول لك ما عنديش تاع شليلة ولكن ان دوموا على وحسيغة الكريمة ولكن ان شاء الله بحول الله وقوته غد نوضعوها غد نوضعوها مكتوبة وغد نعطيكم كيفاش غدروا لها ان شاء الله وغد يكون واحد الرزق كريم من عند الله سبحانه وتعالى هو الكريم هو الجواد هو اللي غير يكرم كل مسلم برزق وفير ان شاء الله ولكن نعتمد على الطهارة على الصلاة على ذكر الله على قول الله تعالى ألا بذكر الله سطمئن القلوم سبحان الله سبحان الله أول حاجة غد ندروه هي غد ناخدو يوم الجمعة نكونوا مضين مصليين ما بين الظهر والعاصر غد نكتبوها يوم الجمعة مع العاصر نصلي العاصر ونكتب هاد الصغة الكريمة غد نكتب آية من سورة الأعراف الآية عشرة غد ناخد قليل من المسك ومن الزعفران وقليل من الورد ونبيتو ليلة كاملة ونبيتو ليلة الجمعة والصباح ان شاء الله ناخد عود خشب وغد نكتب هاد الآية ان شاء الله اللي غد نعطيكم ان شاء الله غد نعطيكم وناخد ورقة غير مسطرة غير مسطرة ونكسب هاد الآية من سورة الأعراف الآية عشرة ان شاء الله وان شاء الله نديرها في المحفظة ديلي لأنها تجلب الرزق والخيرات سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده لها مفعول كبير الآية من سورة الأعراف الآية عشرة الآية عشرة غد نكتبها بيتمعون ان شاء الله وانا نتقبل القبلة ونكون على طهارة نكون نقية ونكتبها وانا على القبلة ان شاء الله ونكتبها عدد مرة واحدة ونحطها في المحفظة ديلي والناس اللي عندهم المال قليل يحاولوا يدوموا عليها بالتسبيح العدد اللي يبغوا المهم خمستاشر مرة ستاشر مرة في الصباح في صلاة الصبح ان شاء الله وبدأي قرعوها على نية جلب الرزق سبحان الله لها أثر كبير على الإنسان في جلب الرزق نحاولوا ان شاء الله بحول الله وقوات نحاولوا ان شاء الله نديرها بإذن الله الواحد القهار يوم الجمعة مع العصر ما بين الظهر والعصر ولكن أحسن حاجة هو تصلي العصر وتكتبها بإذن الله أو تكتبها لجلب الخيرات بإذن الله الواحد القهار الله سبحانه وتعالى وندوموا عليها والناس اللي عندهم قلة الرزق يحاولوا أنهم يدوموا على صورة الواقعة وصورة القار لأن بعد الأحيان تكون القارين تكون القارين هو سبب تعسير الأحوال إذن حبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعم القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا عندي بحول الله وقواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته